انطلقت بمترانية سملوت بمحافظة المينيا فعاليات قافلة السعادة التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بتعاون مع الأظهر الشريف والمجلس القومي لطفولة والأمومة ومركز علاج الإدمان تعد قافلة السعادة عبارة عن سيارة متنقلة تجوب عدة مناطق لتقديم التوعية بشكل ترفيهي وبشكل تعليمي داخل نادي العهد الجديد بمترانية سملوت بمحافظة المينيا انطلقت فعاليات قافلة السعادة التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأظهر الشريف والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز علاج الإدمان قافلة السعادة عبارة عن سيارة متنقلة تجوب عدة مناطق لتقديم توعية بشكل ترفيهي تعليمي فضلا عن توزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات المشتركة في القافلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بيشارك النهاردة مع حياة كريمة في قوافل السعادة في منطقة العهد جوة مترانية سملوت والحقيقة النهاردة ده يوم هيبقى فطار جماعي بالإضافة للقوافل السعادة وطبعا ده ندل على شيء بيدل على المحبة والإخاء بين الشعب المصري وكنسيج واحد وإحنا المجلس بينزل بيعمل توعية للأطفال والأسر نحن في قوافل السعادة بنشتغل باسم السندوق بنشتغل عدة أنشطة منها سلم والدخان منها لعبة المتاهة وقصة انت البطل بنشتغل على التوعية وفي مجموعة من المتطوعين مع قوافل السعادة بيشتغلوا في أربع محطات خارج المطرانية بيلفوا على أهالي المركز بيشتغلوا معهم توعية بشكل كبير عن أدرار المخدرات والإدمان وأثناء إعداد متطوعين لمائدة إفطار من المؤسسة تم عمل توعية دينية فضلا عن عقد فقرات ثقافية وفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة النهاردة فيه قوافل السعادة اللي بتجوب مدينة ساملوت للتوعية للأطفال والكبار بسواء سندوق مكافحة الإدمان للتوعية بالمخدرات المجلس الأمومة والطفولة ووزارة الثقافة كل ده النهاردة موجود معنا النهاردة عشان نشاركنا في الفعالية احنا جايين لتنظيم الاحتفال بحياة كريمة اللي موجودة عندنا هنا في المطرانية على أساس بنشارك معهم في التنظيم وبنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وبنشكرهم على كل الحاجات اللي بيقدموها في البلد وده طبعا نراجع لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطلقت مؤسسة حياة كريمة قوافل السعادة بهدف التوعية ودعم المجتمع ويشارك عدد من الجهات بقوافل السعادة ومنها وزارة الثقافة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمجلس القومي للطفولة والأمومة